عندنا قضية مهمة جداً جداً أنه راجل ما يكونش عنده رغبة ينسئل وطبعاً لا حياة في العلم ولا حياة في الدين فالموضوع داوت ممكن أولاً الضعف الجنسي الراجل سيذهب مباشرة إلى الاستشارة الطبية وسيذهب فيه طبعاً رجالة تدفع الاستشارة الطبية فيه رجالة كتير الثقافة بتاعتها لا أنا ما روحش وما تكسفش وما حركش نفسي وبتاعه وكلام دا كله دول لازم عندهم ثقافة وبنبدأ نكلمهم بالراحة والبرامج الطبية المتخصصة أكيد لها دور في الموضوع داوت إذا كانت بتعمل بشكل علمي جيد اللي بقى عنده ضعف في الرغبة الجنسية أنا في رأيي أنه كتير من الأحيان ما بيروحش على طول بالشك ولي وعندنا إحنا مريض على فكرة يعني إحنا عندنا حالة مرضية مشهورة جداً في عالم الغودة الصماء ارتفاع مستوى البرولاكتين برولاكتينومة ارتفاع إفراز الهدى النخمية من البرولاكتين نتيجة وجود ورام فيها وأورام الهدى النخمية اللي بتفرز البرولاكتين البرولاكتين دا لما بيفرز بيقلل الرغبة الجنسية هنشوف إيه تاني يعني لأنه رغبة الجنسية كلمة صعبة بس أنا عايزة أأكد لك على معلومة اللي عنده ناصف رغبة الجنسية ممكن ميروحش للدكتور خالص لأنه ما عندهش مشكلة اللي يحصل أنه لما يتجوز مراته هي اللي تدفعه بقى أنه هو يروح للدكتور أو أنه يكون متقف بالدرجة اللي مستوعب الله هو بي أنه في ناس منهم يقول لك أنا كنت متخيلة أني علاقة الجنسية دي مرة في الشهر أنا متخيلة أنها مرة كل 15 يوم يعني أقول ثلاثة سبيع وهو عنده حاجة أو 20 سنة هنقول له لا الموضوع غير كده خالص أنت في السنة دوة هي أكتر من كده بكتير أكتر من كده تبقى للعلم احنا نفهم العلم بيقول إيه لكن يبقى من ضمن المشاكل التدخين مثلا التدخين بيؤثر على الرغبة الجنسية مخدرات بتأثر على الرغبة الجنسية الكاميا يا باشا الكاميا والكوكايين والهروين اللي بدأوا يضربوا المجتمع الراقي اللي بكلم عن كوكايين بالذات لأنه ناس كتير من الأغنية مضربين بالكوكايين بيأثر على الرغبة الجنسية وبيعمل ضعف الجنسية خلونا نبدأ حوارنا بسؤال مهم جدا لضيفي العزيز اسمي متميز أكاديمي من التراز الأول ساعدني جدا حواري معه لأنه بيبقى حوار علمي شديد التخصص مع ضيفي العزيز الأساس دكتور أحمد عهد المدرس أمراض الذكورة بكلية طب جماعة القاهرة واستشاري عقم الرجال والضعف الجنسي وزميل الجمعية الأوروبية للصحة الجنسية أهلا بيك يا دكتور أحمد دي نقطة على فكرة مشهورة قوي إنه هو أتنين بيدخلوا رجل يدخل يلاقي بسجن مكتوبة لقوله لا هو نبي ما فيش حاجة ببناء دي أهون السؤال المهم قوي لأنه الناس كتير عندهم خلط ما بين الرغبة الجنسية والقدرة الجنسية بالضبط ده سؤال في غاية الأهمية يمكن إحنا لو عايزين نبدأ نتكلم في الموضوع يازم نرجع وره شوية وإحنا في حاجة عندنا اسمها أو علم الجنس وده يمكن رواده حاجة تعرف أكيد ماستران جونسون طبعا في أمريكا في السبعينات وجامعهم كابلن والحقيقة حطوا زي مراحل للناحية الجنسية العملية الجنسية تبدأ كل هذه المراحل بالرغبة وعشان كده الرغبة دايما بنسميها أنها وقود العملية الجنسية وبدون الرغبة يتحول الموضوع لأمر ميكانيكي بحت وعشان كده دايما لازم نحب يعني نحب نفرق دايما للمرضى حقيقة الرغبة عندك موجودة ولا مش موجودة ده في الأول خالص يعني لما يجيلي مريد يقولني عندي ضعف انتصاب بسأله غير القدرة رغبة حضرتك أخبارها إيه لأنه ممكن تبقى أحد أسباب الضعف هو عدم وجود رغبة جنسية فالرغبة هي اللي بتحرك كل شيء هي اللي بتخلي بعد كده يبقى فيه ثرايان دم في القضيب هو اللي بتخلي بعد كده يحصل الانتصاب يفضل مكمل لغاية نهاية العلاقة فالرغبة هي أول كل حاجة هي الوقود اللي بيخلي بعد كده كل حاجة تكمل السؤال الثاني ده مهم قوي ضعف الرغبة ده مرض خاص بالرجال ولا بالنساء هل الست يمكن أن يقلل أن عندها ضعف جزء؟ طبعا وعندها مرض شهير مكتوب خلاصه من نقشه كل مؤتمرات hypoactive sexual desire disorder للسيدات والحقيقة أنه زي ما فيه أسباب هنتكلم عنيها كمان شوية تخص ضعف الرغبة عند رجال فيه كمان أسباب تخص السيدات فهو مرض يصاب به رجال وتصاب به السيدات ده من الأسباب طبعا كتيرة أسباب كتيرة جدا يمكن دائما بنقسمها المجموعتين حتى سواء للرجال أو للستات هي أسباب ممكن تتعلق بالجوانب عضوية وأسباب أخرى تتعلق بالجوانب نفسية لكن طبعا هو مرض يصاب به رجال وتصاب به السيدات يبقى إذن الأسباب هنقف قدامها كتير طبعا الحقيقة يمكن أنه وإحنا هنركز في كلامنا الحلقات دي يمكن في حلقة تانية ممكن نتكلم أكتر عن ما يخص السيدات إحنا نتكلم النهاردة على الرجال عندنا مجموعتين من الأسباب أولها وحب أبدأ بيها الأسباب العضوية ويمكن حك في المقدمة الجميلة التي عملناها هيك كلمت على البرولاكتينومة أو ارتفاع مستوى هرموني برولاكتين وزي ما حك قلت البرولاكتين ده هو هرمون اللبن عند السيدات مسؤول عن إضرار اللبن لكنه عند الرجال هو هرمون مهم جدا لتنظيم عمل الخصية وكمان الرغبة الجنسية وارتفاعه نتيجة مثلا الفرط في النشاط الودة النخمية اللي احنا بنسميها المايسترو اللي بيتم عن طريقه إفراز كل هرمونات اللي بنظمة عملية الجنسية والإنجبية لو زاد بيؤدي بالتبعية لنقص في هرمون الزكورة فبالتالي إلى ضعف في الرغبة الجنسية يمكن واحدة من أهم الحاجات اللي دايما كنا بنتكلم على أهمية التشخيص في الشغلانة بتاعتنا إنه بيفوت على ناس كتيرة فكرة إنه قئيس مستوى الهرمون يعني بيجي لي مرضة كتير يقول لي يا دكتور أنا عندي ضعف في الرغبة فبسأله مع تاريخ المرضة دي هكذا جربت إيه قبل كده دايما دايما يا دكتور أيمن بتبقى الإجابة منشطة الجنسية يا فلم إيه علاقة ده ده حضرتك شكوتك مش انتصاب المنشط الجنسي كل اللي هيعمله لك إنه هيجب لك انتصاب على غير إرادتك أنت مش عايز أصلا فانت قلبت الموضوع لناحية ميكانيكية فبالتالي البرولكتينومة واحدة من أشهر الأسباب لكن كمان عندنا سبب مهم هو انخفاض مستوى هرمون الزكورة يمكن فيه معلومة نحب برضو نوضح لسادة المشاهدين إنه رجال فوق سن الأربعين كل رجال بيحصل نقص عندهم لمستوى الهرمون بنسبة واحد في المية السنويا ده مش بالضرورة إنه يعمل أعراض لكن من اتنين لخمسة في المية من الرجال بيصابه بنقص حد في مستوى الهرمون بعد سن الأربعين واحدة من أشهر الأعراض بتاعت نقص هذا الهرمون هو انخفاض أو ضعف أرابة جنسية حيك طبعا أستاذنا وتعرف في موضوع الميتابوليك سندروم احنا على حاجة عندنا اسم متلازمة الأيضية بيجيلي مريد غالبا مريد سكر غالبا مريد ضغط ممكن يبقى كمان قلب ارتفاع في مستوى الدهون عنده سمنة أكتر في منطقة البطن حيك هتلاقي عنده خمول تام نشاطه ضعيف جدا أغلب الوقت يميل إلى النوم إلى عدم الحركة إلت نشاط واحدة من كمان أفراد هذه المتلازمة الأيضية اللي احنا نتكلم عليها دي هي انخفاض مستوى الهرمون فبالتالي البرولكتينومة أو زيادة إفراز هرمونة برولكتين المتلازمة الأيضية اللي من أهم أسبابها وعرضها نقص هرمون الزكورة دي أشهر الأسباب العضوية اللي بتؤدي إلى ضعف الرقم لكن حقيقة أن المجموعة التانية من الأسباب اللي هي الأسباب النفسية تشكل المجموعة الأشهر وبتختصر في ثلاث نقط أولها بيجينا رجال كتير عندهم سرعة قصف عندهم ضعف انتصاب وبييجي يشتكي مش منهم بييجي يشتكي من وجود ضعف بالرغبة هو ما يعرفش أن الموضوع حصل نتيجة للمشكلة الأولى بمعنى أنه هو عنده سرعة قصف بتخليه مش عارف يتمم من علاقة لنهايتها مع امراته أدى دا لمشاكل بينه وبينها أدى لاحتقان عنده وعندها فبعد شوية هو بقى خايف يقدم على العلاقة خوفا من تكرار المشكلة بعد ما الوقت يطول هو بينسى المشكلة الأصلية وبيقول لا ده أنا غالبا مشكلتي إن أنا رغبتي ضعيفة لا أنت بخايف من الفشل تتحاشى الموضوع نفس الموضوع هو موضوع ضعف الانتصاب هو عنده مشكلة في الانتصاب وزي ما كلمنا قبل كده في حلقات سابقة إنه ممكن يكون جرب أدوية على غير اتباع متخصص خدها مرة التانية ما جابتش نتيجة بطل يحاول فلما بطل يحاول والوقت عدة ابتدى يترجم إن دا ضعف بالرغبة هو خوف أو تحاشي من تحاشي الفشل الحاجة التانية بقى ودي نقطة في غاية الأهمية ويمكن من قابلها كل يوم في العيادات وحاجة زكرتها في المقدمة دي كانت نقطة في غاية الأهمية يجي لنا اتنين لسه متجاوزين يجي لنا اتنين لسه في أول حياتهم الزوجين والشكوى ضعف بالرغبة الجنسية طيب حضرتك يا فندم معدل العلاقة كل قد إيه هيك ممكن تفاجأ بأرقام زي مرة كل ثلاث شهور مرة كل ستة شهور أنا مش متذكر دي الإجابات اللي بنسمحها لما نخش نتكلم أكتر طبعا وفي نقطة مهمة إن احنا دايما بنؤكد إن الطب الجنس هو يعني أنا يهمني إني أتكلم مع الاتنين زوج وزوج في حاجات كتيرة ممكن ما تتقلش لو هو موجود لوحده أو هي موجودة لوحده لكن في وجودهم الاتنين هم بيقولوا البعض فالموضوب يتكشف أكتر نفاجأ بإنه هذا المريض اللي بيعاني من ضعف بالرغبة لا يعاشر زوجته مدمن أفلام إباحية وإنه قاعد فترة كبيرة من حياته ممكن دي أحد أسباب المشكلة الكبيرة إنه قاعد فترة من حياته بيتفرج على الأفلام إباحية فكل فكرته عن الجنس هي فكرة مستقاة من هذه الأفلام كارثة كارثة كبيرة إحنا دايما بنقول يا جماعة الأفلام دي لا تمت للجنس الحقيقي بسلق It's a show ده عرض ملوش أي دعوة باللي بيحصل بين كل الناس كجنس عادي طبيعي بين الأزواج فبالتالي اللي بيحصل إنه لما يبتدي بقى يخش في علاقة حقيقية يمارس جنس عادي مش مجرد فيلم إباحية بيتفرج عليه بيؤفاجأ إن الوضع غير اللي هو طول عمره متعود عليه فبيحصلوا زي شوك تروما مش عايز خلاص يقدم لأنه مش ده النمط إحنا دائما نقول sex the pattern هو نمط هو مسألة التفضيلات هو فضل وقت كبير من حياته بيفضل هذه النوعية من الجنس هي دي اللي بتوصله المتعة هي دي اللي بتوصله للمتعة للنشوة الجنسية فلما بيوفاجأ بوضع مختلف يقول لك لا بش ده اللي أنا كنت عارفه أو اللي أنا كنت فهمه فبقى لها منه خطس والنقطة التانية إنه هو تعود أن يكون زي ما بيقوله بلا نشاط أثناء العلاقة الجنسية علاقة فيها حالة من الحميمية والتبادل النشاط بالظبط بالظبط في الأفلام الإباحية هو هو مشاهد بالظبط مش مشارك مش مش مشارك في عملية بالظبط فهو خد على pattern معين في الجنس إنه ما بيقديش فيه أي نوع هو بيتفرج بيتفرج حتى لو افترضنا إنه بيمارس عدد سرية العدد سرية ليست جنس على الإطلاق ده pattern معين لكنه ليس جنس فبالتالي اللي بيحصل هو مرحلة الصدمة إنه هو بيشوف إنه اللي طول عمره كانوا فاكروا إنه هو ده الحقيقة مش حقيقة وإن الحقيقة حاجة تانية خالص فبيحجم عن الجماعة ويبطل يجامع زوجته ويفضل متكمل في نفس الطريقة يعني إحنا بيتقابلنا والزوجات دايما بتقول بس يا دكتور رغم إنه ما فيش علاقة هو بيمارس عدد سرية ده ليه لأنه خلاص ده النمط اللي بيفضله فهو مكمل فيه رغم إنه هو متزوج حالانه مع زوجة لكنه لا يعشرها يمكن هي دي أشهر الأزواف سوف نتكلم على مجموعة نفسية أمو بو خطير جدا 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 يعني إحنا بنتكلم على قضية في منطقة الخطورة ويباقي أن ننظر رهب التقريقة العلمية لإنه لو إحنا قلنا إنه من ضمن مشاكل البلد الاقتصادية إيه أنا في رأيي الطلاقة من ضمن مشاكل البلد الاقتصادية راجل اللي بيطلق في فترة الطلاق هو راجل غير منتج راجل بيمر بظروف نفسية سيئة جدا راجل بيفقد ثقته في استمرارية الحياة راجل بيفقد فلوس راجل بيفقد حكاية كتير قوي الستة نفس الكلام الستة المطلقة دي حدث ولا حرك نحن نفسية ضغوط من ضمن الأسباب الرئيسية الجزء ده أنا عايز أقولك يا دكتور عيمان دي بقت حكاية كل يوم عندنا في عياداتنا ما يعديش يوم غير ما يبقى في حلقة أو اتنين تقريبا بنفس الوضعية دي فده بقى منتشر جدا نتيجة حكتين تأخر سن الجواز دي نقطة وإنه الناس الانفتاح بتاحهم على الجنس كان انفتاح خاطئ نتيجة إنه افتكروا إن الأفلام اللي بيشوفوه على الإنترنت هو ده الجنس خلى الناس لما تيجي بقى في المحك الحقيقي يلاقوا إن الوضع مختلف تماما فدي واحدة من أخطر الأسباب واللي لازم يتم التعامل معها بكل جدية عندي سؤال مهمة قوي إذا كنت إحنا ده عملنا نوع من التطفير جاي من الضفيرة يعني من التداخل الواضح بين نقص الرغبة الجنسية وضعف الجنس الحقيقي فإذا هنشخص ضعف الرغبة ده سؤال في غاية الأهمية وبنرجع فيه دايما للنقطة اللي بسترس عليها إنه التشخيص هو أول كل شيء بالضبط وأول نقطة في هذا التشخيص هو الكلام الكلام لازم نقعد ونتكلم لازم يكون فيه زوج وزوجة لازم نفهم أبعاد الموضوع لازم نفهم قبل الجواز هو كان بيعمل إيه لازم نفهم بعد الجواز الأمور مشت إزاي لازم أسمعه وأسمحها كتير جدا بناخد كلام منهم هو اللي بيخلينا نمشي في أنهي اتجاه فأول خطوة التاريخ المراتي الهيستري هسمعه كله من الطرفين نيجي الخطوة اللي وراها إن أنا لازم أعمل اكسكولوجون أو أستثني وجود جوانب عضوي فأهم حاجة بنعملها هو تحليل الهرمونات والناس بتفهم خطأا إنه الموضوع كله يتلخص في هرمون الزكورة لا هرمون الزكورة هو الأهم هو المايستو لكن كمان يهمنا نسبة وتناسب مع هرمونات أخر في ناس كتيرة جدا ويمكن دي نقطة ممكن نتكلم عليه في حلقات أخرى نتيجة برضو العادات الخاطئة في الأكل بيأكلوا أكل جونك فود كتير ده بيؤدي إلى سمنة أنا في رأيي إنه ده من الأسباب الخطيرة جدا الجونك فود اللي هو الأكل الفاصفود الأكل الموجود في المحلات المشهورة ديت ده اللي خليك جيل الجديد ده كله عنده كمية هرمونات متقرصبة ده كله هرمونات منه هم عنده مربع سنين وخمس سنين يعني حتى الجيل بتاعنا كله الهرمونات دي كلنا فاصفود بس كانناها إمتى نحن كانناها الواحد وانا عندي ستة وأول مرة دخل فاصفود بحال كان عندي 27 سنة كان بعد الامتياج في ناس بقى تربط كانش وعاي فلوس أروح مع بقى والله يعني الله يسباحها بقى ده طلع في الآخر إنه كان أحسن حاجة حصل لأنه الحمد لله أه الحمد لله الله سمح العزمات يعني اللي دخلتني الحقيقة إنه دي مشكلة كبيرة والناس مش قادرة تستوعب أبعدها الجنك فود الأكل بتاع الشارع ده اللي مدى بطويلة بكميات كبيرة بيقدي إلى خلل هرموني واحدة من أشهر الحاجات بيقدي إلى سمنة مثلا معروف إن كل المرضى اللي عندهم سمنة مفرطة عندهم مستوى هرمون الأنوسة كرجال عالي جدا الهرمون ده كنسبة وتناسب مع هرمون الزكورة لو الرشيو دي اختلت تؤدي إلى ضعف الرغبة الجنسية حقيقة قلت حاجة في منتهى الأهمية في مقدمة الحلقة اللي هو مخدرات الناس مش عارفة إن المخدرات الكحوليات الحاجات دي كلها بتؤدي إلى خلل هرموني إحنا عندنا فكرة قديمة جايبنا من الأفلام اللي هي ياخد يشرب الكاس أو ياخد مخدرات وقولك أنا جدع هو جدع لفظا لكنه حقيقة لا شيء لأنها بتؤدي إلى خلل هرموني يؤدي إلى ضعف بالرغبة وضعف جنسي حاجات دي كلها الحقيقة مع التاريخ المرضي مع التحليل مع إني أسسني موضوع الضعف ضعف الانتصاب فبالتالي بنرجع لجولدن ستاندرد في التشخيص اللي هو أشعة دوبليكس القديم وإحنا تكلمنا عليها قبل كده قلنا إنها اللي لازم يقوم بها هو متخصص نتيجة إنها للأسف الشديد للأسف الشديد مش كتير بيعرفنا منها كويس وبتؤدي إلى تشخيص خاطئ في أحيان كتيرة فبالتالي التشخيص يعتمد جزء منه على التاريخ المرضي جزء آخر على التحليل إنها مش بس تحليل هرمونات لكن كمان بنعتمد فيها على دوبليكس العضو الذات الكورنر الأخير في حوارنا النهاردة العلاج وخصوصاً أنتوا عندكم مشكلة كبيرة إنه بعض الناس غير المتخصصة في عالم الزكورة وده قسم الواحده برانش الواحده عملوا كارثة بدأوا يزرعوا في دماغ الناس إنه مشكلة المشاكل هي إنه ما فيه الثقافة عند الناس وأنا شايف إنه ده تخريف لإنه نقص الثقافة عند الناس في حالات يعني الضعف الجنسي أو في حالات نقص الرغبة له شكل أقل من رقم صغير جداً دي حقيقة لا الناس متصوراً وحالتين ثلاثة العفاشوهم في مثلاً حياتة متطرفة هم دول النموذج اللي بيبنوا عليهم ما شك الناس عندها ضعف جنسي وهم عارفين كواس جداً يعني إيه جنس وإزاي تتعامل وإيه الطرق وهو الآخري فعملوا رابكة كبيرة جداً وانتشرت حواراتهم التلفزيونية وكانت حاجة مأساوية من ناحية العلمية حقيقة أنا في رأيي كانت مأساوية من ناحية العلمية حقيقة إحنا عندنا مشكلة كبيرة يا دكتور أيمان في التخصص على قد ما إحنا هايلي سبيشال عايز متخصصين للغاية لكن في نفس الوقت تخصصنا يقوم به أو يعنيه بيشتغلوا آخرين غير متخصصين وهم دول اللي نقلوا داتا غلط معلومات خاطئة مفاهيم مغلوطة لمرضى خلت ناس تعتقد حاجات هي أصلاً مش حقيقة ولا واقع فدائماً بنرجع لأنوطة اللي بيكلم فيها على طول حضرتك يوم ما تلاحز إن حياتك الجنسية فيها حاجة مختلفة برجاء يعني روح لمتخصص إحنا عددنا مش قليل يعني من يمتهن هذه المهنة أو هذا التخصص عددنا كبير إحنا مش قليلين ولمتميزين كتير جد فبالتالي لما تلاقي إنه عندك مشكلة تخص هذه الجزئية برجاء اذهب للمتخصص إحنا مشكلتنا إنه برضو الإكسبوجر العالي للنزل حيكاً تكلمت عليهم دول خلى فيه ناس كتيرة تعتقد إن فيه مشاكل ما لاش حل أو إنه هو عنده مشكلة هي أصلاً مش موجودة فدايماً اللجوء المتخصص والمصادر الموصوق يعني الكلمة الشهيرة اللي بنسمحها في إعادتنا أنا قريت عنات يا دكتور هيك إقرى عنات زي ما تحب لكن لما تيجي تتكلم في العلم اقرى في مصادر علمية موصوق فيها مش في أي مكان هيك تستقي منه معلومة هتسلم إنها حقيقة وأمر وقع وتبديها حقيقة علمية نتكلم فيها فدايماً إن الجوء المتخص هو اللي بيحل كل مشاكل ديت العلاجات واحدين ثلاثة حسب السبب بمعنى لو إحنا بنتكلم على حاجات عضوية يبقى لازم مثلاً عندي خلل هرموني برولكتين عادي لازم الأول أتأكد هو عنده أدينومة ولا ما عندوش ولا هي مايكرو ولا مكرو لأنه لو هي حاجة بسيطة مايكرو أدينومة ممكن بالعلاجات الدوائية وحيكة طبعاً أستاذنا وعارف هتلاقي إن الموضوع سهل التحكم فيه لكن لو بنتكلم على حاجة كبيرة مايكرو أدينومة زي ماينا بقى في المخل العصاب بيقى فيه تدخلات ممكن نعملها بسيطة تزبط الموضوع لكن نيجي النقطة في غاية الهامية دكتور أيمان حاجة بنسميها تستيرون ريبليسمينت ثيرابي أو العلاج التعويدي لنقص هرمون الزكورة ودي مشكلة أخرى إنه فيه كتير بيفتكروا إن مجرد إن أديك هرمون الزكورة أنا حالت لك المشكلة لا الحقيقة إنه مش دي دايماً الوضعية في كل أحوال علاج هرمون الزكورة ونقصانه لطريقته مش صيدالي جارك هو اللي هيعملها لك ومش دكتور نيسة هيعملها لك ومش دكتور جلدي هيعملها لك اللي هيعملها لك هو دكتور فاهم ميكانزم شغل هذا الهرمون بيطلع إمتى السيركاديان ريزم بتاعه عامل إزاي الاختلالية أثناء اليوم بالزبط كده إمتى يشتغل وإمتى لأ فبالتالي فيه طريقة معينة بنعود بيه هذا النقص يقوم بيه المتخصص حاجة تانية لما نيجي نتكلم بقى على زي متلازمة الأيضية دي المريض ده لازم يزبط سكره مريض السكر مش عارف إنه أحد أسباب الضعف اللي عنده هو نقص مستوى الهرمون وبيقولك هو إيه علاقة السكر بالهرمون لا يا فن مريضي علاقة كبيرة لسه قالين إن مريض السكر اللي عنده متلازمة الأيضية هيبقى عنده كمان سمنة مفرطة هتعمل خلل هرموني النواحي النفسية هي نواحي مهمة جدا بقى وأهم نقطة في علاجها هو الكلام إن احنا نفهم هذا المريض طبيعة المرض اللي عنده طبعاً لو فيه إدمان على أفلام إباحية لازم يوقف هذا الإدمان فوراً فوراً وبره بقى فيه مساحات لعلاجه فيه مساحات لعلاج هذا النوع من الإدمان فبالتالي لازم يوقف هذا الإدمان تماماً الحاجة الثانية اللي هو مريض ضعف جنسي فيه ناس جاء عندها دكتور أيمان تخيل إن الضعف جنسي مرض ليس له حل إنه مجرد إنه وصل لمرحلة إنه بياخد مناشط مش جايب مع نتيجة يبقى كده خلاص الحياة انتهت لا طبعاً لازم نفهم لازم نقول إنه الضعف الجنسي مرض له حل وحلوله كتير من بداية من العلاجات الدوائية للحقن الموضوع للدعمات اللي تكلمنا عليها قبل كتير حاجة الثانية سرعة القصف إحنا قلنا إنه أحد الأسباب ممكن تبقى إن المريض عنده سرعة فبقى بيها تحاشى الموضوع برضو سرعة القصف مرض له حل فاللجوء المتخصص إنه إحنا عالج السبب هو اللي بيحل المشكلة من جزوره يتبقى عديد من الأسئلة الحقيقة أنا ممتازر لقاءاتنا الخادمة لأنه المستمتع بالحوار معك وأنت إضافة هائلة لنا في الدكتور بعلمه يعني أكاديمي منضبط للغاية وده زي ما بقول دايما الذي أفضله ويفضله مشاهد الدكتور أجزاء كثيرة جدا في الناحية في هذا العلم في السكسولوجي تحتاج منه إلى فهم يبقى طبعا البرود أو ضعف الرغبة البنسية عند السيدات لازم نتكلم على ما يسمى بمنشطات الجسال السيدات مدى خطورتها ومدى نفعها ولمين وكيفية تناولها وكيفية تناولها ده مهم جدا ومن التخاصص اللي بيتكلم فيها لأنه هل هل ده كثرة النساء والتليد يتكلموا فيها ولا المتعخصصين في عالم السكسولوجي هم اللي يتخاصصوا يتكلموا فيها الكلام دي ده مهم جدا أيضا سرعة القصص برضو من النواحي الطبية المسكوطة على يبقى أنه أو كرر هذا الحوار علمي لا ينبغي أن يتحدث فيه إلا الأطباء بمقاييس علمية منضبطة جدا وبمراعاة خاصة جدا لطبعنا الشرقية التي تقدر العلم ولكن عندها باوندرس عندها حدود مهمة جدا من الخجل الموجود فيه طبعنا الشرقية ولذي نحترمه نحن معشر الأطباء لكن ونحن نحترمه مؤمنين بأن هناك رسالة واجبة على على النحية الطبية أو على المعشر الأطباء وهو نقل الثقافة الصحيحة في هذه المواضيع للشعب العربي كله لأنه كم اختلت الثقافة في الفترة الفاتس وكم أضر هذا الاختلال بكثير من الناس ربما قد في بعض أحيان إلى الانتحار لا أكون مبالغا إذا قلت أنه ممكن تبصوا كده للرابط ما بين الانتحار وبين نقص الرغبة الجنسية أو ضعف الجنسي هناك علاقة وثيقة في هذه المنطقة ليس كل الحالة هكذا ولكن هناك علاقة وثيقة يبغي أن نقف أمام هذا الأمر بشكل دقيق جدا في المستقبل ضيف العزيز الذي أضف لنا الكثير بسوط دكتور أحمد عادل مدرس أمراض الزكور بكل الطب أصر عيني جماعة القاهرة واستشارع عقب الرجال والضعف الجنسي وزميل الجماعية الأوروبية للصحة الجنسية كان متألقا